السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا الى يوم الثلاثاء 26 ايلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو في عنا خلو مسار طويل وما رح ينتقل لبرج الحوت الا بعد منتصف ليل الثلاثاء على الاربعاء طبعا القمر موجود زي ما حكينا في برج الدلو ورح يظل موجود لغاية الساعة 12 و18 دقيقة بعد منتصف هاي اللي هي ليلة الثلاثاء على الاربعاء يعني بعد 18 دقيقة بعد منتصف ليل الاربعاء بنتقل لبرج الحوت يعني في عنا خلو مسار القمر اليوم موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و30 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها الى منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر ما زال موجود في برج الدلو اليوم عشان هيك برضو بيظل في نوع من أنواح الشعورنا بالحاجة الملحة للتغيير الروتين عدونا في هاي الفترة لازم نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفاد منها من ود الانضمام لنادي او مجموعة من الاصدقاء او تجربة طريقة جديدة للحياة من ميل الاشخاص من حوله او بميل الاشخاص من حوله للتصرف بشكل المنطق اكثر من التصرف العاطفي يكون في عنا تكوين لصدقات جديدة او قدرة على التواصل مع الاصدقاء او التعرف على اصدقاء جدد تغيير مظهرنا او شراء او بيع او الاهتمام بكل ما يتعلق بمجال الالكترونيات والتكنولوجيا وتجربة طعام او اكل جديد مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا اكثر بتدل على حسن حال الحالة النفسية للجنود ورجال الامن للاشخاص اللي بيعملوا في مجال القطاع الصناعة ارتفاع معنوياتهم ايه برضو منلاحظ في هذا اليوم قلة في عدد العمليات الجراحية رغم ان اليوم مناسب للعمليات الجراحية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاول سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 8.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانهم بيتجهوا بهاي الفترة للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بتكون رغباتنا قوية جدا ممكن تأدي فينا لخيبات امل عاطفية نحاول في هاي الفترة ان الراقب كلامنا وتصرفاتنا لانه ممكن نأدي فيها الاخرين بشكل مبالغ فيه دون ان نشعر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية سلبية ورح تكون في منتصف النهار يعني الساعة 12.38 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع بشكل سلبي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الاطوار بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او في العواطف بتدفعنا لعلاقات عابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفراق او قطع العلاقات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر السلبي رح يبدأ ساعة 12 و 38 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الثلاثاء هذا خلو المسار رح يستمر حتى تمام ساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف الليل للأربعاء ليستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بالنسبة لهذا اليوم طبعا العمليات الجراحية ما فيه اي مشكلة لا الها دون الأعضاء اللي ذكرناها يعني لازم نركز على الأعضاء بشكل جيد انه مش اللي احنا منذكره هو اللي بيكون يصلح للعملية الجراحية اللي ما منذكره هو اللي يصلح للعملية الجراحية ومناسب بس لهاي الأعضاء مراجعة طبية او اخذ علاجات معينة او فحصات معينة مناسب لعمليات التجميل مثل حقن او برضو للجراحة ويصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي لكنه غير مناسب لازالة الشعر الزائد عن طريق الليزر مثلا القمر موجود في برج الدلو زي ما حكينا وفيه عنها خلو مسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 12 يوم في تمام ساعة وحدة و 56 دقيقة بعد الظهر بصير 13 يوم نسبة الإضاءة 91% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 10% القمر في الدلو حتى يوم 27 تسعة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة 50% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 75% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشر سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% قرانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم لازم تستغلوا لإتمام كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يكون موجود في بيت متاعبكم فاليوم فرصة أنك تتمم كل أعمالك عشان يكون فيه مجال أنك ترتاح في الأيام القادمة وتتفرغ لنفسك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاولوا أنك تطلب المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة لأي شخص بيحتاجها اليوم في نوع من أنواع التحالف ما بينكوا بين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنكم ما تبقوا وحدين وحاولوا أنك تخرجوا للقاء الناس ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمام يا إما بالعمل يا إما بأمور إلها علاقة بالشركاء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيتركز اليوم اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم وعلاقاتكم بالمسؤولين والتقارب مع المسؤولين أو مع أشخاص من الطبقة العليا أو أصحاب المراكز برضو اليوم ممكن تهتموا لمصالحكم في مجال العمل مناسب برضو هذا اليوم للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن أنك تحقق إنجاز أو أنه يصير فيه نوع من أنواع التقدم المفاجئ أو أنك تكرم على إنجاز بعض الأعمال ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية فاترى بشوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما بيجوز المغامرات والمجازفات أو مخالفة القوانين أو تشويه السمعة بتصرفاتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم تنشطه في مجال اللي بده يسافر أوراق معاملات اتصالات بعيدة تعامل مع أجانب أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة أو عمل جديد أو تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم عندك قدرة على التواصل وممكن يكون عندك امتحان أو دراسات عليا أو اتصالات بكثافة ابتلتقي بوجوه وأرى وثقافات مختلفة اليوم أجواء لطيفة بتحييط بحياتك وبرضو بإمكانك أنك تحزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصعدة حتى على مستوى تنقلاتك بتكون ممتازة جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعيد اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تامين أي أمور من هذا الأمر حتى أموال الزوج أو الزوجة ما بناسبك إطالة الخلاف اليوم ولا الزعل حاول أنك تقارب بوجهات النظر ما بينك وبين الأطراف اللي فيه سوء تفاهم ما بينك وبينهم باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إلى علاقة بإرث أو موضوع مالي أو موضوع قرد أو ترتيب بعض الفواتير أو الدفعات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم القمر برضو ما زال موجود مقابلكم تماما هذا الشيء بيدعمكم بعملية الرغبة بالتقريب بوجهات النظر ما بينك وبين الشركاء إن كان شركاء بالعمل أو شركاء بالعاطفة أو ما بين الأزواج وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أو بدك مساعدة أو استشارة ما بينفعك اليوم الانفعال أو حاول أنك انت هيك تركز على الأمور الإيجابية أكتر ابعد عن السلبية قدر الإمكان ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال ولا العصبية ولا المشاكل لأنه الطاقة مزالت ضعيفة فعشان هيك بدك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لأنه بدأت مراحل المقابلة بالنسبة للكم هو القمر موجود في أواخر البيت السادس فعشان هيك التركيز رح يكون كثير على العمل على الصحة فحاولوا اليوم أنك تنجزوا الأعمال اللي بتقدروا تعملوها بدون ما تضغطوا على حالكم فعشان هيك بدك تخصص عملك كله على الأمور الضرورية والمهمة برضو عشان ما يصير فيه نوع من أنواع الضغط عشان يعني يجبرك الوقت للعمل لساعات إضافية وبرضو بدك تنتبه لغذاءك لراحتك حاول أنك ما تخلي كل الالتزامات والواجبات أنها تتراكم عندك كون أكثر تنظيما وإحسن إدارة الوقت بشكل جيد تجنب إثارة العدوات إهمال وضعك الصحي فاخذ قصة من الراحة يعني على أساس أنه ما تكبر المشاكل وتصير ضدك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم رح يكون التركيز على العاطفي على الهوايات على الخيال اليوم بتشتد رغبتكم بتقرب من أحبائكم وبرضو فرصة ممتازة لقضاء وقت ممتع مع الأحبة فترة مثمرة وإيجابية لممارسة هواية أو أمور في إلها علاقة بالفن أو التجميل أو التقارب من الأبناء أو الأحبة بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين اليوم بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأنك تتقارب مع الأحبة لأنها الظروف ملائمة اليوم للمغازلة والمصالحة وتكرار المحاولات فعشان هيك حاول أنك ما تضيع الفرصة عليك اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم التركيز رح يكون على البيت على العائلة أكثر شيء فهذا شيء رح يأخذ اهتمامكم لها بعد آخر فحاول قدر الإمكان اليوم أنك تضبط أعصابك الأجواء جيدة للتواصل العائلي مناسبة احتفال تصليح ترتيب ديكور أمور طارئة عائلية صحة أحد أفراد العائلة ممكن برضو تجدوا تعاون من بعض أفراد العائلة لإلكم أو ممكن شوي هيك يصير ضغط عليكم في وقت ما عشان هيك حاولكم ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة اليوم ممكن زي ما حكينا قلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وبرضو بتحمل هاي الفترة بعض المصريف الإضافية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بشكل كبير يعني اليوم ما رح تهدى من كثرة ما رح يرن جهازك الجوال أو التليفون أو الاتصالات والتنقلات والحركة والطاقة الموجودة عندك وأشخاص منكم اليوم ممكن من كثرة الحجم الطاقة الموجودة أنه يفكر أنه يخرج فيه نزهة أو يغير جو وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوي أو مع أحد الجيران وبتتمتعوا بسرعة بديها عالي جدا لقراءة الأشخاص وتحديد إيش اللي بدهم إياه بالضبط بتقدر تقرأه وتحلله بشكل ممتاز وباستطعتك مناقشة كل الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وإقناع أي شخص بوجهة نظرك بتحصل اليوم على الفرصة الجديدة اللي تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه زي ما حكينا بالتنقلات أو الأمور اللي بتتعلق فيها زي الصغرات أو الأجهزة الإلكترونية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأمور المالية اللي شوي بدها نوع من أنواع التركيز بشكل جيد فهذا يوم مناسب للحصول على بعض المكاسب اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم، ممكن هدية، ممكن جائزة، أي شيء المهم اليوم رح تحصل على بعض المكاسب المادية حادروا بس من أي خطوة مالية جديدة ما في مجال المغامرات خلال هذا اليوم ممكن هيك تسعى لشراء حاجية ثمينة ولكن ما بنصح خصوصا في فترة خلو المسار ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل تستشير رغم أنها بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ ولكن بدون مغامرات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم الطاقة أعلى من يوم أمس استقر القمر عندكم بشكل جيد فترة أفضل من الأيام الماضية في نشاط في حيوية بإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي من علاقاتكم ومعارفكم فيه انفراج فيه تقدم فيه نوع من أنواع الانطلاقة بعد أيام كانت صعبة وقاسية عليك أهم شيء أنه يكون فيه نوع من أنواع الحكمة وتحلل الأمور بنوع من أنواع الواقعية ما تعيش بالوهم بتشتد عزيمتك بترتفع المعنويات بتستعيد سيطرتك أو ممكن تحقق نجاح باهر ما كنت تتوقعه واليوم ممكن تحصل على معلومات أو أخبار يعني كنت بتنتظرها أو ممكن أنه تتسرب لك بطريقة ما وتعرف حقائق ما كنت تتوقعها برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر موجود في بيت المتاعب ما زال لا يوم الغد فعشان هيك برضو اليوم بسيطر التعب عليكم بتكوا تحاولوا تنظموا أموركم تحافظوا على صبركم وخصوصا أثناء تصريف الأمور أو أثناء التعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذروا أنكوا تبدأوا بأي شيء جديد بهاي الفترة وما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم أو يمنعكم من العمل والنشاط حاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني نظموا أموركم يضاعفوا مجهودكم برضو في نفس اللحظة ما تثقوا بوعود ممكن أنها حد من الناس يعني يقطعها لكم يقولكم الله أنا حاب أعمل لك كذا كذا خلاص أنا بدي أعمل لك يعرف أنه ما رح يكون الوعد يعني ينفذ مرضو الفترة هاي مناسبة للعمل مع المؤسسات الكبيرة بتقدر تستغلها لأشخاص اللي بيعملوا بالمستشفيات أو بالسجون أو عندهم زيارات لهذه الأمور الأجواء مناسبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء